أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند طيب فقرة تريند التريند بالتأكيد عندنا معلومات مهمة جدا أولا معلومات تخص النادي الأهلي ومعلومات تخص منتخب الشباب اللي خلاص بيستعد لمباراة تونس إن شاء الله يوم الجمعة القادمة في الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية للشباب في موريتانيا أول حاجة النادي الأهلي طبعا هيستعد للمشوار الإفريقي وضربة البداية مع سناديب بطل النيجر هذه المباراة إن شاء الله في ذهاب دوري الـ 32 يوم الأربعاء القادم هي بداية لحامل اللقب للدفاع عن البطولة الإفريقية ودفاع عن عرش طبعا وكاس البطولة اللي فاز بيها الأهلي النجمة التسعة المرة السابقة خاصة بعد الفوز عزة مالك في النهاية الإفريقي بهدفين مقابل هدف بدء زي بدء طبعا هيكون فيها توطى مهمة جدا من إدارة النادي الأهلي استعدادة لهذه المباراة لكن رحنا لاتجاه آخر وحبنا نشوف مبكرا من الطاقم التحكيمي اللي هيدير هذه المباراة الهمة خاصة إن هي ضربة البداية في المشوار الإفريقي فأنت بتشوف من البداية كده اهتمامات الاتحاد الإفريقي بالبطولة القادمة بصراحة لقينا إن اختيارات الاتحاد الإفريقي لمباراة الأهلي مع بطل النيجر اختيارات مميزة جدا لماذا؟ تم اختيار حكم من غانا لإدارة هذه المباراة في النيجر يوم الأربعاء القادم طاقم التحكيم بقيادة دانيل اللاراية هو حكم الساحة وبول كوزو إتيميكا مساعد حكم أول وكواسي بروبي مساعد حكم ثاني وأداري عبداللطيف حكم رابع طاقم تحكيم بالكامل من غانا وليوم كوناتي أبو بكر هو مراقب المباراة طيب لما عملنا بحث على طاقم التحكيم وتحديد الحكم الساحة دانيل اللاراية لقينا أن الاتحاد الأفريقي اختار لهذه المباراة حكم من حكام الصفوة والنغبة وحكم محترف من ضمن الحكام العشرين لالاتحاد الأفريقي اتفق معهم على عقود محترفة لمدة سنة وبالتالي الحكم الغاني هو الحكم الغاني الوحيد في هذه القائمة وتم اختياره لإدارة مباراة الأهلي مع سنوديب بطل النيجر يوم الأربعاء القادم ده بيدينا مؤشر طيب أن المباراة الكبيرة للفرق الكبيرة الاتحاد الأفريقي مهتم باختيارات لحكام مميزين جدا حكم ضمن حكام النغبة أو تحديدا يطلق عليه حكم محترف ده يكون أول حكم محترف بيدي المباراة في عظمت الأبطال الجديدة دورة أبطال إفريقيا السيزون الجديد هو بالطبع حكم دولي سرته المهنية بدأت وهو عنده 17 سنة هو الحكم الغاني الوحيد اللي حصل على رخصة تقنية الفيديو الـ VR طبعا من مجلس الأيفاب الاتحاد الدولي وهو من حكام الصفوة المحترفين من ضمن 20 حكم وطبعا دول أفضل حكام في القرى الإفريقية وتم إبرام تعاقد معهم طبقا لتعلامات الاتحاد الدولي بالمناسبة هو أعدار عدد من البطلات كان موجود في كاس أفريقيا تحت 17 سنة أعدار مباريات في غرب إفريقيا وأعدار مباريات أخرى أيضا في كاس الكنفيدرالية لكن دي أول مباراة يديرها في لقاءات دوري الأبطال وبالطبع لأنه حكم محترف فبالتالي أسندت ليه مباراة كبيرة هيكون عليها متابعة إعلامية كبيرة مباراة الأهل مع بطل الناجر أول بأول كده في برنامج التريند تحديدا هنكون معاكم لحظة بلحظة في الفترة اللي جاية عشان نقول لكم كل الجديد بالنسبة للمشوار الإفريقي تحديدا للنادي الأهل طيب إن شاء الله تكون مباراة موافقة تكون ضربة بداية جيدة لفريق نادي الأهل اشتركوا في القناة